أبدأ من إيران سيد سعيد ثمت اتفاق بين إيران والأطراف الوسيطة الأوروبية وكذلك الصين والروس على عودة الجميع إلى الاجتماع يوم الثلاثاء في فيننا لحلحلة المواقف حتى الآن هل نعرف اجتماع الثلاثاء سيقوم على أي أساس وأي تفاهمات أولية؟ تحية طيبة لك ولضيفك ولجميع المشاهدين طبعا كما سمعنا اليوم تصريحات أو تقريدة ضريف وزير الخارجية ومساعده عباس حراختي أكدوا على أن نفهم من هذا الاجتماع باعتقادي أنه سوف يكون اجتماع مهم ولعله يكون مصيري إلى حد ما ويحدد باعتقادي يمكن أن يحدد مستقبل الاتفاق النووي ولكن نفت إيران ونفى ضريف أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية ستشارك في هذا الاجتماع بشكل مباشر في الاجتماع الذي تحضره إيران يمكن أن تشارك الولايات المتحدة الأمريكية وتجتمع مع الأطراف الأخرى ولكن ليس بحضور إيران طبعا كما سمعنا أن إيران تقول أنه ليس من الضروري أن تتواجد إيران خلال هذا الاجتماع والطريق معروف لعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النقطة الأساسية التي تطالب بها إيران هي رفع الحقوبات وأعتقد بات الوقت يضيق على الولايات المتحدة الأمريكية نظرا للانتقابات الرئاسية المقبلة التي بعد أقل من ثلاثة أشهر شهرين ونصف الشهر وسوف نشهد انتقابات رئاسية في إيران وفي حال فاز في هذه الانتقابات المحافظون أعتقد سوف تصبح الأمور صعبة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وسوف نشهد نوع من التشدد كما تسميها الولايات المتحدة الأمريكية فنظرا إلى هذه الظروف المستقبلية من المحتمل أن نرى هناك تنازلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو مرونة فيما يخص العقوبات التي تفرضها على إيران ولكن سيد سعيد حتى الآن أنت تطرح نفس الرؤية الإيرانية إلى ما قبل الحديث عن ربما انفراج بين الطرفين ألا وهي رفع العقوبات أولا ومن ثم العودة إلى الاتفاق لكن اليوم وفق ما خرج هذا الاجتماع يقول أكد الجميع التزامهم بالحفاظ على خطة العمل المشتركة وضمان العودة إلى الالتزامات النووية أنت الآن تقول سيناريو مغاير أعتقد إيران لا يوجد لإيران شيء تقدمه للولايات المتحدة الأمريكية وإيران ما تطالب به هو عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق السابق اتفاق 2015 طبعا إيران لن توافق لهذه اللحظة من جميع القيادات من قائد الثورة إلى الرئيس روحاني إلى ضريف أن يجرى حوار جديد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق جديد هذا ما سمعناه من المسؤولون هنا في إيران وعندما تكون الصورة على هذه الشكل هي تبقى عودة الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الاتفاق على نفس البنود الذي نص عليها الاتفاق السابق وإذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد إضافة بنود أخرى فأعتقد أنها لن تحدث خلال هذه الفترة هذه هي الحقيقة التي نراها هنا في إيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر